بسم الله مرحبا بكم معي في فيديو جديد غني ناخده فيه حلوه اللي غادي تكون بواحد العاجين يمكنك منه تخرجي انواع واشكال من الحلوه وبما داق مختلف في نفس الوقت بالنسبة للمقادير ديال العاجين غني نحتاجو 500 قرام ديال طحين الفرس نوعية جيدة للحلويات كأس ديال السكر سنيدة كأس ديال زيت النباتية هنحتاجو بيال 50 قرام ديال الزبدة تكون بحرارة المطبخ بالنسبة للبيض غنحتاجو جوج حبات ديال البيض خميرة فورية وغاني وجوج معالق ديال مايزينا مايزينا هي المكون سري في هاد الحلوه لانك تعطيها واحد لها شاشة وهات واحد طعم رائع بالنسبة المقادير الخرى اللي كتشوفوا معايا هادولت زين انا استعملت الشوكولات الزنجلان كاوكاو الكاكاو وكي يبقى تزين على حساب الرغبة ديالكم على حساب المتفر عندكم اول حاجة غاني ناخدو غان ناخدو الزبدة غنبير انا النصف ديال كمية ديال البواطن اللي شوشوا معايا تقريبا كيفما اكلكم 150 جرام ديال الزبدة تكون بحرارة بحرارة المطبخ انا غانستمر حتى ناخدو الكمية الكافية اللي غادي نستعمل في هاد العجين كيفما اكتلكم انا اخديت نصف الكمية ديال البواطن اللي توفرت عندي اه غادي ناخد معاها كأس ديال سكر سانيدة من بعد غادي نضيف الساشا ديال فاني غا نخلط المكونات كاملة حتى تندمج مع بعضياتها جيدا وبالنسبة الزبدة مني كتديروها بحرارة المطبخ يعني كتتسهل عليكم عملية باش تندمج معاكم وكتجي مزيانة وما تعدبكمش غا ناخد كاس ديال الزيت النباتية وغا نحرك في نفس الوقت حتى ندمجوا معايا العناصر مزيان وغاني نحصل على واحد الخليط اللي متجانس ورطبة يعني مزيان انكم تحركوها حتى تندمج مزيان وتدوب معاكم الزبدة كاملة من بعد غاني نضيف جوج بيضات على هدي الشكل وغا نستمر في التحريك ديال الخليط ديال يحتين جانسوا مع بعضياتهم يعني هاد الحلوة كتحتاج انك تخدميها بدل المراحل كاملها باش تعطيك باش تنجح معاكم الحلوة ديالكم يعني غاني نحاول نخلط التكي وليو هك كامرة طيب معا فرطبلية للعجين ديالي من بعد غاني ننضيف لالتحين الفورس اللي غربلته على هاد الشكل مع مدرج تحين دفعة واحدة يعني غاني ندير كمية تدريجيا باش ما تقصحش معايا العجين ديالي يعني غاني نضيف الكمية تدريجيا غاني نضيف جوج معاها الكبار ديال ميزينة لك الشي اللي اش قلت لكم ان للطحين غنضيفوه تدريجيا من بعد كنضيفوه ميزينة وفي نفس الوقت خاصنا نعودوه نخدموه نخلطوه العجين ديالي ونضيفوه اه ساشي ديال الخميرة ديال الحلويات ومن بعد غادي نعرفوه القياس اللي غادي نحتاجوه باش يتجمع معا العجين وفي نفس الوقت ابقى معانا راتب غادي نضيف كمية اللي تبقت لي من 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 طحين اه الفورس ومن بعد غادي تجمع معايا العجين وغادي نحصل على عجين نراتب بهاد الشكل انا نوريكم القاوام دياله كيفاش كي يجي يعني كي يجي راتب جدا ومن بعد غادي نجمع العجين ديالي وغادي نضعوه في واحد البلاطو اللي غادي نقطع فيه اه القياس اللي بغيت اه قياس الاشكال اللي غادي نخرج من العجين انا تقريباً غادي نخرج خمسة ديال الاشكال انا قطعتهم على هات الشكل غادي نديرهم كويرات وفي نفس الوقت غادي نوضعهم في واحد البلاستيك اللي يمكن لي اياه نجمعوهم فيه كاملين باش نديروهم في تلاجة حيط غا نحتفض بيون تقريباً من ساعة حتى الساعة من بعد كيمكن لي اياه انني نستعملوه ونشكل منه الاشكال اللي بغيت وندي ليه النكهات اللي اه غا نستعملهم اول النكهة غادي نستعمل انا هي الفلون ديالشوكولا اللي غادي نفرغو في في العجين ديالي على هات الشكل غادي ندمجو مع العجين انا غادي ضفطليه النكهة ديال القهوة اه القهوة اه اللي كتدوب غادي ندمجوه مزيان حتى انها حصل على واحد العجين اللي متجانس مع ديك اه الفلون ومع النكهة ديالقهوة اللي يضفطلي حيط كيمشوا مع بعض دياتهم غادي نوريكم طريقة اخرى باش تسايبوا اه نكهة ديالشوكولا غادي ناخد الشوكولا بود غادي كتكون ديالكاكاو وغادي نضيف لها القهوة اعتها هي الفورية على هات الشكل وغادي ندمجوه مزيان غايعطوني تقريبا جوج اشكل بطريقة مختلفة ونكهة تقريبا نفسها غادي ناخد جنجلان اللي مقطع لها اللي مبحون مزيان غادي نضيفوا العجين غايعطيني نكهة وحدة اخرى ديالزنجلان يعني غادي ناخد تاني عجين وحدة اخر اللي غادي نضيف ليه اللوز اللي كيكون مطحون مزيان على هات الشكل وغادي ندمجو مزيان مع العجين ديالي وغادي ناخد حبت حلاوة ولننافعته وممتحونين مزيان وغادي ندمجوه مع العجين ديالي بهذا الشكل غادي نحصل على نكهات مختلفة بنيش بالشكل ديال اول ديال الحلوة يعني خديتها درسها كويرات من بعد غادي ناخدها غادي نفرغها في واحد الاناء اللي فيه البيض مطرب على هات الشكل غادي نوضعها في واحد الاناء اللي ديرا فيه الكوكاو مهرس غايمهرس يعني ما مطحونش مزيان من بعد غادي نوضعهم في البلاتو ديالي اللي غادي ندخل الفران يعني غادي نستمر انا بنفس الطريقة حتى نكمل الشكل كاملو هذا هو الشكل الاول من بعد غادي نوريكم طريقة كيفاش غادي نصاوبو يعني غادي ناخد الجرارة اللي عندكم ولا اي حاجة اللي يمكن لكم تقبو بها العجين ديالكم على هات الشكل يعني خاص يكون واحد الفراغ في الوسط هاداك الفراغ غادي نعمره هي ايما تعمره بالكونفيتور ولا الكارامل يعني اللي توفر عندكم في المنزل ديالكم انا غادي نعمره بالكارامل وغادي ندير شكل زيما طريقة اخرى اللي غادي نعمرهم بالكونفيتور يعني يعني اللي توفر عندكم وغادي يديروا منو هاد الشكل يعني هاد الشكل كيجي رائع ولديد وزمين في نفس الوقت غادي نستمر انا بنفس الطريقة حتى نكمل البلاتو ديالي كامل وغادي نديرهم في الفران يطيبوا على حرارة متوسطة 180 درجة بالنسبة للفران ديال الضوب بالنسبة للفران ديال العادي يعني كتديروها متوسطة باش تطيب معكم الحلوة ديالكم يعني كتديرها انا في الفوق من بعد غادي نبطال تحت تحمر معايا من بعد غادي نجبدها ونوريكم شكل ديالها غادي ندوزوا الشكل الثاني اللي غادي نصيبوا على هالطريقة كنديروه فوس بلاستيك غذائي كيف ما شفتوا معايا ولا بلاستيك عادي لتوفر عندكم غادي نقطعوا بهذا النوع ديال الطابع غادي راشتوني قدرتوا تقريبا نرقيق ده ترقيقه بزاف على هات الشكل غادي نستفهم في البلاتو بالنسبة لهادولي كتديروه مرقاق يمكن لكم انكم تلصقوهم مع بعضياتهم غادي نوريكم كيفاش انا لصقتهم لصقتوا مع بعضياتهم بالكاراميل وزينتهم غادي نوريكم كيفاش النتيجة اللي حصلت عليها من نسبة لدرتوهم غلادي يعني كيبقى تزين الحرية لكم في الزين غادي ناخد العجين اللي صايبت بالكاكاو كيفما قدرت معكم انا عطيتكم جوج انواع ديال العجين اللي صايبت بالكاكاو واحد صايبتو بالكاكاو واحد صايبتو بالفلون ديال الشوكولة يعني وخا نكهات متقاربين ولكن بمقونات مختلفة غادي ناخد العجين ديالي على هات الشكل هانتو ما شرحتو في فوسط بلاستيك باش في نفس الوقت ما كيتلصقش معايا وكيتزول معايا بكل سهولة غادي نوريكم ما ندت بالنسبة لطابع خديث هاد الشكل غادي نستهون بنفس طريقة في البلاتو ديالي اللي غادي نديرو في الطاوالي غادي نديرها في الفران انا غاستمر بنفس طريقة حتى نسالي العجين كامل وانا وريتكم طريقة هنية تجي سهلة انكم تحيدوها يعني العكس الى انكم دوتوانيشن في الطاوالي العمل يعني كتتعدوكم شوية غادي نستمر بنفس طريقة حتى نكمل العجين ديالي كامل ومن بعد غادي ندخلو فران على درجة حرارة متوسطة حتى يطيبو معايا وغاني يوريكم الشكل النهائي اللي حصلت عليه بالنسبة الباقي اللي كيشت لكم من من العجين انا را كان عاود نستعملو يعني كان عاود نستعملو بهالطريقة وعاود ثاني كان نسرحوه وعاود ثاني نقطعوه بنفس بنفس الشكل اه بالنسبة العجين ديال كاكا وحتى هو بنفس الطريقة غاني نصيب منه اشكال يعني كيبقوا على حسب طوابع اللي عندكم ثم في المنزل ديالكم يمكن لكم ديروا اشكال وانواع مختلفة وفي نفس الوقت طريقة ديال تزين كتختلف هي تايي كتزيد تعطيكم شكل زوين وكتزيد تعطيكم ماداق تضيف الماداق اللي صيبتو به الحلوة ديالكم انا توفرت عندي هادا اللي كان قطعو به هادا راه غي واحد اللعبة ديال الاطفال اللي هي الوليدات ديالي كيلعبو به كيعفيدو كل يجولي كيشيروا فيهم كيكونوا فيهم اشكال حتى واخدمت به علش اللي المهم لي توفر عندكم اه اه من شكال ديال طوابع خدمو به من بعد ما كتطيب معانا الحلوة ديالنا را كتجي على هاد الشكل هانتم مات قريبا انا راها مكتجي محمرة على هاد الشكل اه غادي نوريكم من بعد كيفاش انا زينتهم صراحة الطريقة ديال تزين مادر تلاش في هاد الفيديو اه اه الى بغيتوا الطريقة نقدر نديرها معكم في فيديوهات واحدة اخرين اه خليوا لي تعليق وانا يا معلاش اللي نصيبها معكم ماشي مشكل بالنسبة لهنا خليد غاية هاد الشكل اللي درتو غاني ندر به اه حلوة ريش بوند يعني ذاك الشكل العجين اللي بقت معايا درتها كويرات ثم بعد درتها طيبتها في في الفران وهي سخونة كانج بدها من الفران كان نديرها في الفران فيتير اللي اه سخنتو اه شوية باش يقدر يسهل معايا انني نصيبه في الكوك ومن بعد كنفندو في الكوك على هاد الشكل ومن بعد كنلصقهم بعض اياسهم يعني كي يجي شكل زوين ورائع ومدق لديد ارى تقريبا هاد العجين خرجت منو حتى اه حلوة ديال ريش بوند يعني انا غا نوريكم اه كيفاش اه نتيجة اللي حصلت عليها اه في الحلوة وكيفاش ازيينتم انا الطريقة ديال تزيين مدتاش كيف ما كنت لكم في الفيديو الى بغيتوها خليوا لي التعليق اه بالنسبة للحلوة رانا وريتكم الاشكال كاملها كيفاش خرجت معايا جات لديدة وجات رائعة اه جينة وحدة خرجت من هاد الاشكال كاملها دو المثلاتات اللي وريتكم حضرتهم مرقاق يعني دمشتو مع بعضياتهم بالكاراميل وزينتهم بالجانوانب ديالهم ودرت ليهم شوكولة من الفوق بالنسبة للشكل الاخر اللي وريتكم انا زينتو بالزنجلان والشوكولات الاسود بالنسبة للشكل الاخر اللي وريتكم اللي زينتو بكاوكاو اه والكاراميل هذا ده حتى هو درت ليه الكون فيتير بهالطريقة اه عجينة وحدة خرجت منها تقريبا اه خمسة حتى الستة ديال الاشكال ديال 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 الحلوة بمداق مختلف اه كل واحدة مختلفة على الاخرى في المداق كنتمنى انكم تجربوا هادا الطريقة ديال الحلوة وتنتمنى انها تنجح معكم اه اه الى بغيتوشي استفسار ولا شي حاجة خليوا لي تعليق اه وانا غني نجاوبكم مبقى اليه الى نقول لكم سلام عليكم الى اللقاء في فيديو جديد